اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة الحرص على الاستمرار في توفير كافة التسهيلات الداعمة لتنمية القطاع السياحة في البحرين ورفع مساهمته في الناتج المحلي والاجدمالي وتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين جاء ذلك خلال استقبالها السيد خالد العجمي الرئيس الاقليمي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية عددا من المسؤولين بالمجموعة حيث اكدت الصرفي ان مملكة البحرين حريصة على مواصلة تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لمختلف المستثمرين في جميع القطاعات مما فيها القطاع السياحي وذلك عبر تشجيع منشآت القطاع الخاص على التوسع والنمو اضافة الى استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية النوعية ذات القدرة على تقديم منتج سياحي نوعي ومبتكر يثري تنوع القطاع السياحي الوطني مشيرة الى الفرص التي يقدمها هذا القطاع في مجالات الضيافة والفندقة والطعام والترفيه وغيرها موسيقى 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 موسيقى